في إطار التسعيرات الجديدة لمؤسسة كهرباء لبنان بناء على الخطة الحكومية برز كتاب أرسلته المؤسسة إلى المصارف تطلب فيه إنشاء حساب فرش أكاونت لكل مشترك يرغب في تسديد الفاتورة عبر البنك ويمنع تحويل أي أموال من أي حسابات أخرى باستثناء حساب الفرش على أن يطبق ذلك ابتداء من الأول من شباط مصطلح الفرش المستخدم في الكتاب أثار مخوف من أن يكون الدفع بالدولار النقدي فيما التسعيرات بحسب الخطة هي بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف منصة صيرفة مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان وردا على استفسارنا حول الموضوع أوضحت أن المقصود هو إنشاء حسابات فرش بالليرة اللبنانية وليس بالدولار تكون مخصصة لدفع الفواتير على أن يحول المصرف المركزي الأموال المجبات إلى الدولار بسعر منصة صيرفة أما بالنسبة إلى الزبائن غير الراغبين في الدفع عبر البنك فبإمكانهم الاستمرار في دفعها عبر طريق الجباية التقليدية مع الإشارة إلى أن حسابات الفرش بالليرة برزت قبل أشهر ويتختلف عن حسابات البيو أس المخصصة فقط للدفع عبر البطاقة الاعتمانية ويكون مصدرها الدولار المصرفي تزامنا تتجه الأنظار يوم الأربعاء إلى نتائج فض العروض لثلاث شركات تنافست للفوز بمناقصة شراء فيول لمصلحة كهرباء لبنان والشركة الفائزة ستؤمن شحنة لفيول لقاء 70 مليون دولار سيؤمنها المصرف المركزي تكفي مدة شهر بتغذية ما بين 18 ساعات في اليوم على أن يبدأ ذلك ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل وبحسب المعلومات فأن الأشهر الثلاثة الأولى أشبه بتجربة للوصول إلى تمويل مستدام يعتمد على مدى قدرة الجباية وفق التسعيرة الجديدة اشتركوا في القناة